ولاحظهم صوتي لصوت مرسل كل الحقيقة يمكن في أوقات كتير جداً كنا بنتكلم على أنه نفسنا الجماهير ترجع مرة تانية نفسنا نشوف المدرجات مليانة مرة تانية جماهير الأهلي عودتنا على مدار تاريخ طويل جداً أنها بتصنع الفارق في كل مباراة النادي الأهلي بفتكر في مواسم الجمهور كان هو البطل الحقيقي وهو السبب الرئيسي في تحقيق ألقاب وراهن على جمهور الأهلي في اللي جاي مش بس في ماتشات فيراميدس لكن زي ما قال فاروق دلوقتي وزي ما كانت رسالة مارسل كولر كل ماتشات الأهلي مهمة جداً 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 فيما تبقى من عمر الموسم وأتمنى نشوف جماهير النادي الأهلي مرة تانية مليا المدرجات راهاني طبعاً على يوم الجمعة مفوش نقاش متأكد أنه الجماهير هتكون كامل العدد في استاد القاهرة لكن أتمنى إن شاء الله في باية الماتشات يكون وجود جماهير النادي أو عودة جماهير النادي الأهلي مرة تانية المدرجات بشكل كبير يعني يمكن على ذكر الجمهورية نحن نكلم على بطولة أعتقد بالنسبة للأهلي على الأقل بقيت بطولة كاس يعني زي ما إحنا ماشيين الحمد لله مع مارسل كولر من ساعة ما رجعنا مرة تانية بدون خسارة أتمنى إن شاء الله أنه الأهلي يفنش البطولة السندي بدون خسارة فقدان نقطة واحدة ممكن يكون في منافسة خلينا نتفق أنه فيرم منافس حقيقي السندي إحنا تكلمنا يمكن من حلقتنا ومن ثلاث حلقات وقلنا أن شعار المرحلة الحالية هو مكسب يجيب مكسب ممكن آه الناس يبقى بتحب الأداء يكون شكل جمالي شوي وإحنا شفنا المباراة اللي النادي الأهلي قدر يعمل فيها المعادلة الصعبة الأداء مع النتيجة كان الجمهور بيبقى الموت بتاعه طبعا متغير تماما عن المباراة اللي النادي الأهلي بيفوز بيها بفرق هدف مثلا بصعوبة أو ما بيبقاش الأداء أحسن حاجة فدائما الأداء هو المطلب الأساسي عند الجمهور ولكن كمان أنت في مرحلة النتيجة حاليا هي اللي لها الأولوية التمة لأن أنت بتحصل نقاط عايز تروح لعدد نقاط معين يقدر يمكنك في نهاية المشوار إن شاء الله من التتويق بالبطولة المفضلة عند جمهور النادي الأهلي بطولة الدوري وعلى ذكر الجمهور يمكن قناة النادي الأهلي من قريب بتزيع مباراة أو هايلايتس لمباراة النادي الأهلي مع بلدات المحلة تقريبا أو غزل المحلة من حوالي أكتر من 20 سنة مباراة دي خلص في الدوري بثلاث نقاط واستاد القاهرة في أكتر من 40 ألف متفرج يعني أنا ما ركزتش مع الأهداف والهايلايتس على قد ما أنا كنت شايف شكل الجمهور عامل إزاي نتمنى الجمهور يرجع تاني مش لازم تكون بتشجع النادي الأهلي تحت أي مسمى ارجع اهتف قول أهلي بس إحنا وقت ما رحنا المدرجات كلنا كنا بنروح نقول النادي الأهلي بدون مسميات ما كناش بنخش تحت اسم حاجة أو اسم داخل المدرج لحاجة روح قولي النادي الأهلي شجع فريقك استمتع بالكورة خليك خلي يوم اللي استاد دوت يوم ممتع بالنسبة لك رايح تنسى فيه مشاكل يعني اللي أنت بتواجهك على مدار الإسبوع أو حتى تبقى خروجة حلوة مع أصدقائك وصحابك وتروح تستمتع بفريقك المفضل تشوف لعبتك المفضلة وترجع مبسوط إن شاء الله ودايما لعبة النادي الأهلي بتفرح جمهورة وترجعهم مبسوطين صحيح